الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة احتفال بالأمة في كل بيت ومكان فماذا عن أمة دنيا إبراهيم أهلاً بك يا برش مهندس أهلاً بك وأعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الإثنين من ملك وكتابة حلقة الليلة التي تحمل الرقم 744 يبدأ المهندس عدلي خير بداية عن أم الدنيا مؤكد أن طبعاً الأم وهي الجديرة أو الأقدر بأن تكون يعني وتد الحياة في كل بيت وكل مكان الأم هي أختنا وأمنا وبنتنا ولكن أم الدنيا أم الدنيا اللي عايزة واقفة عايزين نحتفل بها كما نحن تمام عشان كده هذه الحلقة المهمة هذه أبرز عنوينه طبعاً مقالي ومقاله عن ست الحبايب لكن في الغربال لقد اشتعلت وبعضمت لسانه أزمة التمن تيام الشموع الحمراء عن النبيل إسماعيل داود وفي أسرار الملك سلوك يعيش دائماً وأخيراً مجلتنا من أربعين سنة دا محتوى حلقة النهاردة السبعمية أربعة واربعين كل سنة هونتوا طيبين لكن خلينا نقول في البداية أنه الأهلي ما بينساش حد من ولاده ما بينساش حد حتى من أسر ولاده اللي بتعرضوا لسوق وشفنا وفاة الحارس الشاب زياد إيهاب الأهلي اهتم بمواسطة أسرته ودعمها نفسياً ولقوف جانبهم وفي وفد من الناد الأهلي ضم الكابتن ساد عبد حفظ مدير الكرة وكابتن خالد بيبو مدير القطاع الناشئين زار الوفد منزل أسرة الشاب الراحل وأضوا وقت مع والده وسوهم وعزوهم وقدموا لهم كل الدعم والتأكيد على أن الناد الأهلي ما بينساش ولاده ولا أسرهم ومعهم في كل الوقت والحقيقة كانت اللفة الطيبة أن أثناء وجود وفد الأهلي في منزل الشاب الراحل كابتن محمود الخطيب اتصل بوالد زياد إيهاب جدت التعزية له والمواساة وأكد له أنه زياد ابن النادي والنادي لن يبخل أبداً عن أسرة زياد إيهاب والوقوف جانب أسرته في هذا الحال رحمة الله عليه ويصبر أهل رب كمان يمكن الكل ترقب الفترة اللي فاتت الإعلان عن قيمة الأهلي أو قيمة المنتخب اللي بيستعد بتركيز شديد بدأ المعسكر الخاص بالاستعداد لمبارتين السنغال أنتم عارفين مصر حتلعب مع السنغال يوم الجمعة 25 الحالي هنا و29 في دكار ومجموعة المبارتين الفائز بإذن الله تعالى يكون منتخب مصر يتاهل لكأس العالم في الدوحة في نوفمبر من هذا العام القائمة اللي أعلنها كارلس كروش كان النادي الآلي صاحب النصيب الأوفر فيها ضمت محمد الشناوي وأبو جبل وصبحي وفي الدفاع عمر كمال وعمر جابر وياسر إبراهيم ومحمد عبد منعم ومحمود حمد الوينش ومحمود علاوة أيمن أشرف وأحمد فتوح وفي نص الملعب حمد فتحي ونبيل عماد دونجة وعمر السلية وإمام عشور ومحمد النني ومحمد مجدي أفشة وكان في خط الهجوم عمر مرموش وأحمد سيد جيزو ومصطفى محمد ومروان حمدي ومحمود حسن ترزيجيه ومحمد صلاح دي القائمة اللي أعلنها كروش وعندنا تفاصيل كتير فيها في حلقة النهاردة فيه تعليق طبعا أتعايز نعلق على القائمة بسرعة كده طبعا احنا متفققين وهذا مبدأ المدير الفني مسؤول وجهة نظره وهي اللي تحكم ولا ينبغي حتى التشكيك فيها ولا منقشتها ولكن كنت أتمنى المتخب أستاذ إبراهيم بيختار مش بس على أسماء تقليدية أو أنت بيختار على يعني لحظة آنية مين الواقف على حيله مين اللي قادر يديه وخصوصا إذا كان عنصر دولي أي ثانيا أيضا وجهة نظري يعني التي لا قيمة لها طبعا لها كل القيمة إنها يعني لن تكون مبنية على بعض التنوع اللي يخليك أحيانا وأن كنت مش من عشاق مش أنا يعني أنا ككوتش واضح أنه مش من عشاق المهارة أو اللجوء إلى المهارة الفردية ولكنها أحيانا إذا تأجزمت الأمور قد تكون فيها الحلول فأنت ما تجيبش ناس حتؤدي لك نفس الأدوار يعني يعني النهاردة ما تشوف تحديدا في الفرود ونحة الشمال نفس الأدوار يعني خلاص مصطفى محمد مطلوب منه الحاجات هيعملها مروان هي هي نفس المهام فأنت كنت محتاج حد بنكهة أخرى ومهارة أخرى ربما يكون فيها حلول ولكن ليه لا يعني دعونا ننتظر إحنا كل يمنا أي دلوقتي المنتخب يروح السلام اللي ودينا المنتخب هنضرب له 30 تعظيم سلام إن شاء الله لكن اللي يستحق نضرب له تعظيم سلام هو في بداية الفقرة مع مقالي ومقاله ست الحبائب أعتقد كل سنة وكل أم طيبة كل سنة والمرأة عمتا في أحسن صحة كل سنة وكل أسرة صاين قيمة الأم يا بشوانس الأم هي الأم هي الزوجة هي الإبنة هي يعني وبعدين الحقيقة لما تيجي تشوف توزيع الأدوار لا الأم مدرسة إن أعددت أعددت شعبا طيبا طيبا عراقي لأن الوتد زي ما أنت قلت مش بس الوتد وينظر إلي دايما حتى من الأبناء التقدير والحنان والأب اللي زايح حالاتها أصدر رهيم مش هنقول غلبان أو ضايع في النص لا هو مقدر تماما ولكن الحقيقة يعني لو خيرت بين تكريمي أنا كأب ولا زوجتي كأم أختار الأم الأم طبعا لأنها هي بقى هي شالت صحيح جواها صحيح سر استمرار الحياة أي يعني يعني فيه إيه تاني فطبعا والغريزة تراها حملت سر البقاء الغريزة تراها حتى في الحيوانات المفترسة أنا بشوف ساعات كده فيديوهات لحيوانات نمس بيجروا ونطوا وكلهم جريوا الأم اكتشفت أن النمس الزغير مش طايل ينط رحوا راجع رحوا راجعين وراها وقعدوا إيه يطلعوا وإلى حد ما طلعوه هذه الغريزة مش من فراغ ربنا أودعها في قلب الأم وفي تصرفاتها وفي سلوكها لكي تستمر الحياة لكل المخلوقات طبعا طيب لما احنا بنقول مصر أم الدنيا بقى ماهو احنا ولادها برضو لازم نستحملها ولازم ندلعها لما ييجي وقت الدلع ولازم نقدر ظروفها وقت الشدة ولازم يعني يعني الحقيقة الأمهات على رأسنا من فوق وأقولهم أم الدنيا الحقيقة كمان الأم أو المرأة بقى بشكل أوسع في النادي الأهلي النادي الأهلي وتجزء من تحضر هذا النادي العظيم أول من أنصف المرأة ودها حق الرياضة مطلع القرن الماضي بداية تأسيس النادي الأهلي إدى النادي الأهلي كأول نادي يمنح المرأة حق ممارسة الرياضة شوفوا بقى يعني الدور التاريخي والحضاري للأهلي في المجتمع وأنا أعتقد ربما كانت الرياضية العظيمة الدكتورة نفيسة الغمراوي هي أم الحركة الرياضية النسائية في مصر إنجاز التصنيف والتوصيف أول فريق باسكيتو أول من عملت فريق لممارسة الرياضة في النادي أول من أنشأت كلية أو معهد للتربية الرياضية للبنات عشان يكون للمرأة حق أنها تتعلم الرياضة كعلم وتدرسه كعلم من العلوم كانت نفيسة الغمراوي فأنا أظن أن هذه السيدة الفاضلة تستحق فعلا هذا الزكر في هذا اليوم تستحق جدا هي وكل الرواد أصحاب المبادرات التي تسفر عن فكرة يتم تحقيقها لأول مرة هم دول اللي بتورو المجتمعات البيونيرز الرياضة فيه ناس شطرين في الإدارة لكن مش كل حد عمر نطفي مش كل حد نفيسة الغمراوي مش كل حد الناس درائد واللي بانوا بعدك بتكسر حواجز عشان تنشئ من عدم مش موجود هذا الكلام فهذا هو التحدي وهذا هو فعلا الإيجاد من عدم يعني هم دول اللي التاريخ يتوقف قدامهم هؤلاء الرواد البيونير الذين يكسرون القوالب ويعبرون الحواجز لإنشاء كل ما هو جديد ويطور المجتمعات ده مهم جدا لأنه ما أنشاءته نفيسة الغمراوي تم البناء عليه لاحقا لغاية النهاردة انتوا شايفين ان النهاردة النادي الآلي حتى في الانتخابات الاخيرة اللي حابتقول ما فيه شرط ان يبقى فيه عنصر نسائي في مجلس الإدارة لكن كان مجلس الإدارة او كابت محمود الخطيب حريصا على تمثيل المرأة في مجلس إدارة النادي نجحت الرياضية أيضا مية عاطف امتداد لرياضية أخرى بارزة ووعدة بطلة أولمبية راني علواني اللي كانت امتداد لأيضا سيدات أهلويات كثر عبر التاريخ في كل الرياضات والنهاردة بنشوف انه في كل لعبة من الألعاب اللي بتجتملها جندة النادي الآلي هناك فرق للمرأة شوفنا تفوق بنات كرة اللياد طائرة عامل ايه داخل موسوعة الأرقام القياسية العالمية بإنجازات فريق البنات في الكرة الطائرة شوفنا الباسكت شوفنا الهندبول شوفنا السباحة شوفنا في كل الألعاب هناك حضور قوة للمرأة في النادي الآلي الألعاب القوة راح طلع عليها سالي عمر آه والسباحة زوجة لشين اللي كان سكرتير ألعاب القوة في النادي الآلي وكانت أول رمية للقرص والجلة أي يعني دايما الأل يقدم المناخ الذي يفرز هؤلاء الرواب ده كان كلام في بداية كلامنا عن ست الحبايب اللي بنقول للأم وكل أم كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت في أحسن صحة وعافية لكل أمهاتنا ورحمة الله على من رحل منهم أما بدايت معاك عجينة من جواك تسع شهور شايلة حاجة بعناية شديدة جدا بتتحكم في حياتها أكلها وشربها ونومها وحركتها ومزاجها ما تتنرفزيش عشان البيبي ما تأكل كذا عشان البيبي ما تأكلش كذا عشان الجنين حياة بتتحكم في إنسان الأم بتكرس نفسها منذ لحظة الحاملة حتى الولادة ثم تشيل الهموم بعد كده كل سنة وكل أم بكل خير يا رب إن شاء الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل لقد اشتعلت ما تخافش على الأهلي أعلم بحضراتكم من جديد وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي ومسؤوليه حارصين على الالتزام بالمسار القانوني والاحترام ولا شيء غير ذلك حتى لما بيساء للنادي الأهلي أو لرئيس النادي الأهلي أو لأي قيمة من قيم النادي الأهلي بيكون الرد والتعامل من خلالها من خلال الأطر والقنوات الشرعية والمسؤولة وبمنتهى الانضباط والالتزام ناس كتيرة بتسألنا على تطورات البلاغات والأضايا اللي كان أقامها الكابتب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأيضا المحامي لأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد ما طالهم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يمكن جديد هذه التطورات القضائية كانت نظر محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار مصطفى حسين فاضل هذه الدعاوة وتم تأجيل البعض منها لجلسة يوم 17 إبريل إن شاء الله وأيضا هناك أحكام أخرى أو بلاغات أخرى أو أضايا أخرى تم تأجيلها لـ 26 مارس بالإضافة إلى ما تم أيضا حجزه للحكم في المحكمة الاقتصادية في تاريخ 6-4 لا تعليق لنا على ما هو معروض على القضاء وطالما أنها محجوزا للحكم يبقى من الأصوب هو خبر قرأناه عشان نستفهم المصار مش أكتر ده تمام لكن خلينا نقول لحضراتكو هناك الكثير فيه الغربال اللي قد اشتعلت ودي مش كللتنا ولا النار اللي احنا عملناها ده مستر كارلس كيروش ولا كيروش المهندس عدل لما يرضى عنه يقول لك كيروش يدلعه كيروش كيروش أول ما يقل يعني يقول لك كيروش أول ما تسمعوا كيروش دي كيروش يا سيد يعرفوا أنه اللي جاي مش حلو بس الحقيقة كيروش كيروش كيرو مستر كيرو مستر كيرو طلع علينا بتويتر عبر تويتر هو الرجل من نفسه واضح أنه عنده هذه الشخصية في حتة شحز الهمم ونفخ مظامير الحرب ودق الطبول ويلا هيا آه مستر كيرو قال لك لقد اشتعلت هو كتب كده شباب مصر مع العد التنازلي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة تسعة عشرة لقد اشتعلت هذا هو وقت العطاء أخذنا طريقا طويلا وصعبا من أجل أن نصل إلى هذه الفرصة التي نستحقها نحن نعلم بكل تأكيد مقدار التحدي الذي نواجهه لا توجد غرف للأعزار أو للغد هو بس الترجمة أيما ترجمة عرفية أوي لا there is no room for أيوا there is no room for ده تعبير أيوا مجازي معناه لا مجال أيوا مش غرف نوي مستر كيرو بالشجاعة وزكاء الفريق والعمل والفخر بأنفسنا يمكننا أن نطير فلا يوجد شيء مستحيل بمجرد أنه يجب علينا فعل ذلك فلنحققها بأناقة وشجاعة وأن نصنع من لا شيء ما هو ممكن طيب هو اللي بيكتب بأناقة أيوا وبيتصرب بشجاعة أيوا أحيانا تصبنا بالدهشة وأحيانا تصبنا بالضيق أيوا ولكن في الآخر يوصل بس كاس العالم وإحنا نقول له أسفين يا كيروش لا قادش تعلم بدأنا في الجد والمفروض والظاهر الحقيقة أن الكل على إيد على إيد واحدة وقلب رجل واحد كل الأندية كل الهيئات الرياضية اتحادوا الكورة مع الرابطة مع الجميع مع كل الجماهير مع الإعلام الرياضي كما هو ظاهر الكل فعلا على قلب راجل واحد لهدف واحد منتخب مصري يروح كاس العالم المرة دي تفرق أما تفرق أولا هتوبقى أول مرة أنا المرة اللي فاتت تسيبتك وروحت الروسيا الواحد ما هو شكل لا لا وحياتك هتعملها أول ما هتتيجي فرصة ليك تديني برصة قطر مش هسيوك ربنا يا سيدي يديك الصحة والعمر يديك الصحة وتروح هي على فكرة فرصة مصر في أنها تبقى موجودة في كأس العالم لما يبقى في دولة عربية وكلنا شفنا وجود الأهلي قد إيه بياخد دعم جماهير كبير وجود منتخب مصر هيحظف دعم مش باتس كده يعني يعني عيب قوي نبقى خمس فرق من أفريقيا أنت مش فيهم يعني 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 الدنيا عمالة اللقماشة توسع طيب يعني ايه فيه ايه طيب ما تخلينا أسألك سؤال مختلف شوية هو احنا المفروض نروح كأس العالم عشان نقدم كرة حلوة ولا وجودنا في كأس العالم في حد ذاته هدف هي مرحلتين عدم وجودك عيب فأنت وجودك مش إنجاز أيوة وجودك افرض وجودك بشكل وحش وجودك تصحيح لمكانة أيوة ولكن أداءك هو الإنجاز فأنت لما وعلى فكرة صعب توصل إلى إذا كنت تقدر تقدي بالطريقة لأن أنت بتقابل السنغال مش بتقابل يعني ومشيت في مشوار صعب قابليها فأنت يعني لو تأهلت على حساب السنغال لابد إن يبقى فيه وقفة للكرة مصرية في إن إحنا الروح بأحسن صورة وأحسن استعداد وأحسن تشكيل ما نفضلش بقى في القوالب اللي أنت عايز تثبت وجهة نظرك يعني هو أنت لو لو ظهر لك لعيب يقدر يحدث الفارق ما فيش حاجة سمع أن أنت أصلاً ما ما عنديش وقته وعندي وقته واللي شفته أحسن من اللي ما شفتوش دائماً طالما إن في دكة واسعة لن تأخذ عناصر تقدر تحدث الفارق واللي يحدث الفارق ده لعيب ما بيبقاش تقليدي بيبقى لعب عنده سمات خاصة مهرية خاصة ولو المهارة سرعة السرعة أحد المهارات الخاصة ما أنت ممكن يبقى يبقى لعيب عندك المهارة مش ترئيسه بس لكن المهارة تملك القدر على المراوغة وعلى القرار السليم والقرار السليم في استخدامها وفي التوقيت السليم بالشكل المنتج اللي يسفر عن جماعية اللي يقدر يعملك كده لازم يبقى مرحب به لكن خلاص هو شاف أن المطشين دول محتاج إلى حد هما دخل مين الدخل الجديد عليه ياسر هقول لك هو أفشا هو بس يعني فضل معطول على مهند لشين في كاس الأمم الأفريقية ولما جات القايمة ما خدهوش الخواجه عنده شريف وأفشا ما ينفعش الجامع بينهم ما عرفش من البداية في الأول خد الاثنين بعد كده ما خدش الاثنين بعد كده خد شريف وسب أفشا بعد كده خد أفشا وسب شريف تم مكسبه دي فزورة أيوة يعني فيه فزورة كده ولك أعمل عود كابريت ده وتحلها أيوة يعني هو الفكرة كلها ما هؤلتين بقى بلعبوش في مكان بعض أيوة لكن واضح ربطهم ببعض شوف والله أنا ساعات أقول الدنيا بتحل نفسها ما أنت برضه عمالين نقوع رغوع اللعبة من المنتخب يعني أما بيسيب لك بعض اللعبة هو يأخذ الأفضل اللي يخدم المنتخب هو بقى خد سبعة من الأهل اللي يخليني ما تدرش من القرار ذهنية محمد شريف لو محمد شريف بالصلابة والنطق الكافية تمثله دوافع على فكرة هو كان عائل جدا كتب أن أنا قلبي مع المنتخب وكل التوفير للمنتخب وإحنا كلنا خلف فرينا الوطن عشان يروح كسر وبعدين أنت كان محمد هاني ليه الأمطار الأخيرة موجود وبجدارة الحقيقة لكن أصيب فأنت برضو ما تعرفش الخير فين لكن أنا مش فك مؤكد أن الباكرايت قد يعاني لأن أنت عندك لعيب واحد أصلا ده مش مكانه عمر كمال وخد مع عمر جابر كبا دي اللي ربنا وفاقه بس مش فدرات مختلفة مش بتاعته لا لعيب يلعب يعني لو أنت عايز الشيق الهجوم على حساب الشيق الدفاعي ليأكل هيكون لأنه لعيب كويس وحريف وعنده لتحت قليل إنما إذا كنت عايز في الأساس الصلابة الدفاعية أولا إذا عمر كمال إنت كنت محتاج حد لكن هتقول إيه ما هو برضو كمان الدوري ما بفرزلكش في المكان ده كتير لا ناحية اليمين ولا ناحية الشمال رغم أنه ربما يكون في منتخبات الناشئين في حلول لهذا الأمر بس قدام شوية طيب في منتخبات الناشئين هو لقط ما تجي البارك لمحمود جابر على الفوز بشمال أفريقيا يعني الحقيقة ست انتصارات ولا خمسة خمسة وكلها على فرق من التصنيف الأول في القارة فشيء جميل يعني إنك انت كسبت كل مطشاطك ده محمد وهبة تقصد محمد وهبة عمر الأكبر محمود جابر الفري الأكبر الفري الأكبر وبإن الله ربناه فهو كمان مع مجموعة كويسة محمد وهبة الحقيقة ودي أول تجربة له مع المنتخب يحيى يعني وحتلاقي معظمهم أولاده يعني هو كان في النادي الأهلي فطرة بفكر معين وهو كان مع مستر كورفر عملوا التجربة الرائعة للحد النهاردة الأهلي يقطف من ثمارها فنتمنى إن يعني دي تكون بداية انطلاق الفرق الناشئين عندنا في مواهب جمدها طيب من اللعبة واللي أنت بتتكلم على المواهب الصعدة اللي أثبتت وجودها محمد عبد منعن وعبد منعن الحيام رغم الصغر سنه إلى إنه لاعب بيقدي بثقة كبيرة وربما كانت هذه الثقة فأداء عبد منعن مثار انتقاد البعض الكابتن أحمد شبير تحدث عن ليه في حملة كده محسوسة ضد عبد المنعن برغم إنه هو ما شاء الله في صغر سنه السدباك الأساسي للمنتخب دلوقتي نشوف الكابتن شبير بدأت أحس إنه في حملة على محمد عبد المنعن وعبد المنعن والغرور أنا الحياة يعني الأرقام الإحصائيات ده الولد واخد كل الانتحامات يعني بالنسبة نجاح بتصل إلى مية في المية يعني هو عمل ماتش كويس فمش عايزينها تبقى البانا بقى أنه أصل محمد عبد منعن وصله ضد غر وصل الثقة الزايدة لا النهاردة ما كانش عنده ثقة زايدة لكن الولد قد مباراة كويسة عشان نكون أمنا يعني ما كانش وحش على الإطلاق لكن أقدر أقول أن نجم المباراة رغم أنه لعب أقل من نص ساعة هو أحمد عبد الآدر أحمد عبد الآدر مش بس سجل غير شكل المباراة هجومية لصراحة النادي الأهلي يعني رتم المباراة كان عمل زي البنج بونج تاك 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 كده كله من يعني اتجاه فقط أحمد عبد الآدر محمد شريف ما تخرجوش في كل الأحوال ما تخرجوش إلا بقى إذا كنت ضامن متأكد كسبان عايز تريحه ده ماشي مقبول لكن شريف حتى لو ملمسهاش هو بيلمس واحدة بيجيب أجون والجون اللي جابه النهاردة صعب جدا يعني الكرة اللي تعاملت حلوة قوي من أفشل علي معلول عملها أحلى لشريف لفت وسط الولد لأنه بيجيد اللعب بكلتا قدمي اليمين والشمال لف جسمه ولف وسطه أمنا بعضها عطول أحمد عبدالقادر لأنه جون في الديئة 72 جون في الديئة 73 طب أنا هتحدث عن البداية اللي قالها الكابتن أحمد عن يشعر أن هناك شيء ما في التحامل بالهجوم اللي مالوش مبرر على الكابتن محمد عبد مانع وده اللي أنا كنت فاكر لما قلت لك المرجيحة أيها إن إحنا بحجم التوقعات العالي بنشيد بالناس ونوصلها إلى نهاية المشوار قمة القمم فيبتدي التوقعات تزيد وعايز الأداء يتحكم بهذا المنظور اللي إحنا مارسناه وحطناه وتصورناه وما فيش حاجة كده في الدنيا ما فيش لعيب مسئولية من الكابتن عادر مصطفى اللي أنا بحييها على نطجه وعلى وعيه الحقيقة الكابتن عادر مصطفى عن محمد عبد المنعم برضو نسمعه عبد المنعم لعيب خرج من أهلي أعارة لعيب ست ماتشاط في المنتخب أخمس ماتشاط على أعلى مستوى ودك صورة هتحدى إن أصلا حد كان متابع عبد المنعم في فيوتشر أو متابعه في سموحة بس بداك أحسن صورة وعبد المنعم ولكس في الجملة دي كويس قوي لما تلاقي مصر كلها لما تبقى أنت لعيب صغير وتلاقي مصر كلها بتتكلم عنك لازم تبقى فاهم إن اللعيب ده مش مهيئ نفسيا إنه يستحمل كل الحاجات دي فطبيعي مستوى هينزل شوية مش هينزل هيقل لا هو غصب عنه هيبقى عنده أخطاء لازم تبقى فاهم ده كويس لعيب عنده عشرين سنة بيخرج أعارة فجأة بفنتخب مصر فجأة رجع النادي الأهلي بيلعب بطولات بيلعب كاس عالم أندية أفريقيا وفجأة مصر كلها بتتكلم عنه اللي قال عليه هاني رمزي واللي قال عليه عماد النحاس واللي قال عليه وقع الجمعة واللي قال واللي قال هل اللعيد ده مهيئ نفسيا أو قدراته تسمح له إنه يستوعب كل ده أنا بقولك لا لأنه هو لعيب لسه ما عندهش خبرات إداك الصورة دي وهو لسه ما عندهش الخبرات الكاملة ما بقى لك بقى بلسه بقى عنده خبرات بعد كده يروح رجع تاني لطبيعته يمشي في مرحلة بقى نجوميته ومرحلة إنه هو يبقى لعيب كبير يعكد يكون في اتفاق مع وجهة النظر دي وإحنا أشرنا إليه وفي اتفاق الأستاذ إبراهيم بقى إنا أكتر من حلقة مركزين على المعد النفسي اللايف كوتش اللايف كوتش مش المعد النفسي اللي بيهيئك لكل للمرجحة دي قيمة الإشادة وقصوة النقض والنجاح المفاجئ وتعمل إيه هنا وتعمل إيه هنا لأنك أحيانا لو تشكرت جامد قد أسدقت الخطورة إنك لو أسدقت تبتدي تتصرف على هذا الأساس فتعمل حاجات فيها بيسموها هاي ريسك يعني المخاطرة الكبرى ودي فيه نوع من الباصات وخصوصا في وص الملعب بيسموها الابتوميستيك باس الباصة المتفألة الباصة المتفألة دي فيها هاي ريسك أو فيه مخاطرة عالية ليه؟ لو عدت بتبقى جميلة جدا لكن اللي معدتش بتبقى خطر جدا لأنه بتحطك في الموقع الدفاع اللي انت مش مهيئ له فجأة بتتقطع وتتقطع عليك هجمة مرتدة وياما مواقف صعبة وخصوص النادي اللي قالت حط فيها بسبب بعض الكورات المثلة هذه مش معنى كده أن اللي تقطع منه ده لعيب لا ده لعيب رائع جدا أحيانا بتحدث من ديانجة على فكر تحديدا يعني لأنه هو سقط في نفسه عالية لكن من 7-8 كور لو واحدة أو اتنين يتعاملوا كده بيشكلوا عليك خطورة تبتدي تدفع أحيانا تمان فيها في الطيران يا أستاذ إبراهيم يعني ما بيعتبروش السواء أو سائق الطائرة مش السواء كابتن الطائرة البارع هو اللي يعمل حاجات صعبة في الطيران ودي تعلمتهم من الرحام والكابتن طريق سيلين بقول له فلان ده سمعته النواد متحكم وبتاعه صاحبنا يعني متحكم وبيعمل حاجات في الطيران قال لي مش ده الطير الكويس الطير الكويس اللي يعمل الصح باستمرار بدون مخاطرات مش اللي يعمل الصح بقدر عالي من المخاطرة أيها ليه لأنك إنت هنا الألسة بفورة وهي موجودة إن شاء الله بواحد في المية طبعا ربما لأسباب ليس لها علاقة بيك المكانة ما أسعفت خنتك الأحوال الأحوال الجوية خنتك غلطت حدي جري فجأة طائر معدي يعمل معك حاجة فأنت مش شطارة أنك تنزل وأنت بتلمس ناعم ذا الحرير كنت فاكر كده والناس سقف يقول لي لأ لازم الصدمة دي الناس نحس بيها لأن دا الهبوط صدمة خفيفة كده مع الأرض فأحيانا بيعجبنا حاجات وإحنا مش مدركين إننا تنطوي على مخاطر نرجع لمحمد عبد المنعم عنده قدرات دا طلع فرسي من ثلاث سنين إذن كان الناس متوسمة فيه ولما أعرته أعرته للنضج وندج ودخل المنتخب وأثبت وجوده لكن على محمد عبد المنعم على أحمد عبد القادر على كل اللعيب الصعيدة على مرموش كل اللعيبة الصعيدة اللي خدت فرص عليها أن تدرك أن هذه بدايات ليست نهايات وأنه مطلوب منك التطور لك لحسن حيجي حد يتطور أكتر منك وما تليش نفسك وحتزعب فعلينا أنا أولا نترفق بالمتح ونترفق بالنقط خلينا وقعين ونتعامل مع بشر ولعبة كويسة جدا لكنها في بداية المشوار الحقيقة كمان اللي كان في بداية المشوار وكانت فرصة طيبة بالنسبة له أنه يختار للمنتخب الفترة اللي فاتت أحمد ياسين ولما استبعد الحقيقة تكلم كلام مهم جدا أيضا عن زميله محمد عبد المنعم نشوف ياسين بتتواصل مع حد من المنتخب أنا عن طول بأكلم كابتن أحمد حجازي على طول هو وعبد المنعم كلموني أول ما بطولة أفريقيا وكده وإسم كانش موجوده هو عبد المنعم ما تزعلش هو كده والكلام ده كله فعبد المنعم وكابتن حجازي يعني بتكلم معه مع طول وكابتن أفشا أولا رأيك في محمد عبد المنعم والبعض بدأ ينتخد شوية أقول أنه فيه ثقة زيادة في لعبه وطريقة تعامله معك كمنافس بسا كابتن احنا كنا مع بعض في كطر محترم جدا ومشاء الله طول البطولة ماشي كويس جدا يعني عبد المنعم لعب كويس جدا وإن شاء الله بإذن الله كسبنا المطشرة اللي جاء بإذن الله يعني أنت شايف أنه هل هو لعب ثقة زيادة هل هي طريقة لعبه كده بتدي أحاق للناس أنه عنده ثقة زيادة أو وصف في نفسه عبد المنعم أجبتن على طول هادي في الملعب يعني طبيعته أنه هادي بس يعني ماشاء الله ماشاء الله في الملعب لعب جامد لعب جامد بيعجبك اه طبعا ماشاء الله تدخلاته يعني كويس جدا بيبدأ كرة من تحت كويس جدا فماشاء الله يعني يعني أنا بشوف يعني اليومين اللي فاتوا بينتقذوا بزيادة عن اللزوم يعني شايف أنه الحملة زيادة شوية اه طبعا انت كمان يا كابتن أحمد لعب جامد لعب جامد ليه بشخصيتك بنفسيتك السليمة وهي دي العلاقات اللي بنتكلم عليها وهو ده اللي ربنا يكرم عشانه أني احنا نتمنى الخير لبعض حتى لو بنا وبنبعض التنافي الشريف هو ده تجسيد لمعنى المنافسة الشريفة فطبعا كلام مهم وانا أرى ان محمد عبد المنعم مؤكد انه لعب عنده ممكنيات وقدرات وكل حاجة بس محمد وحدة وحدة طيب كل واحد كان له وجهة نظر في الاختيارات وكل واحد كان يتمنى لعيبة بعينها تكون موجودة لكن كمان يمكن الكلام الكتير كان على محمد عبدالقادر هل عبدالقادر كان أقرب للمنتخب ليه ما تمش اختياره الكابتن وليد صلاح الدين نشوف رأيه في عبدالقادر كابتن وليد ازاي شفت القيمة وهل في مفاجهات فوجة نظرك كنت أنا أتمنى ان عبدالقادر يكون موجود أحمد عبدالقادر وقلت الكلام ده بيبقى بس تفكير برّ السندوق شوية برّ السندوق لأسباب معينة خصوصا في مباراة القاهرة لكن خلاص يعني ايه الأسباب دي؟ بص أنا شايفه يعني لعيب في الملعب مختلف صحيح في الديئة ستين او في الديئة سبعين تحديدا ممكن كان يبقى عندك لعيب عنده جرأة في تقل شوية عند كوليبالي وعند عبدو ديالو وعند بو نصار واحمد عبدالقادر جريء بياخد قرأ ويروح للناس مع الضغط الجماهيري مع الحكم هيبقى عايز يبدي أي حاجة مع هو الولد عنده جرأة ويروح ويرقص يقدر يجيب لك بنالتي يقدر يجمع الناس عنده ويحطال صلاح يقدر يجيب فولات كتير فأنا كنت أتمنى أن أحمد عبدالقادر يكون موجود كلام مطفخ مع وجهة نظرنا وهي مش ضرورة بالتأكيد تكون صح لكن لما يبقى عندك تنوع يديلك مرونة ويديلك حلول لبعض الموقف اللي انت مش متوقعها لما تدينها تتقزم انت محتاج لهذه المهارة لكن ما باليد حيلة اللي اختار مستر كارلوس كيروش وبالتالي اختياراته هي السليمة مسئوليته هي كاملة سقطنا فيه دعمنا ليه كل ده منتهي تماما ولا جدالة فيه حتى وإن كنا نتمنى أو كنا نتمنى وجود مهاجم زي محمد شريف محمد شريف مهاجم مهم جدا مش في رأينا بس ده رأيي كمان الزميل إبراهيم عبدالجوال دايما بقول العيب الكبير أو البني أدم الكبير مش بسنه بس كبير جدا بأفعاله وده اللي عمله محمد شريف نجم هجوم نادي الأهلي ومنتخب مصر محمد شريف نزل صورة بالتوفيق لمنتخب مصر وان شاء الله صعود لكاس العالم برضو في نفس التوقيت اللي كل الناس كانت بتقول النازل محمد شريف يكون موجود محمد شريف ماشي كويس الفترة اللي فاتت ما ادعاش المظلومية ما قالكش آه وانت نزلتني فاكر كيروش في كاس الأمم لما نزلتني آخر ثلاث ثواني وشفت انت مبيتهالي بقى وانت مش حبيبني وانت سود من جوة ومش عايزني يكون موجود وازاي ومش عارف ايه معين على فكرة هو لو عمل كده هيلاقي في ظهره جيش من الناس وجيش من الجمهور المحب ليه اللي ممكن يدعمه لانه بالفعل محمد شريف محدش فينا يختلف على امكانياته ولا يختلف على قدراته ولا يختلف انه بالتأكيد مفيد لمنتخب مصر فتشوف محمد شريف بيتمنى التوفيق لمنتخب مصر بيتمنى الصعود لكاس العالم برضو بده شعوره كمواطن مصري على شعوره كلاعب اللي هو اكيد هيبقى زعلان واكيد هيبقى مداء انه مش موجود مع فرقته مع لعبته مع منتخبه في مرحلتين او في مبارتين حسيمتين لتأهل لكاس العالم دي حاجة تتحط في سيدي اي حد ولكن هو بده شعوره كمصري فكل التحية والاحترام ودي حلقة الاتفاق مع الحقيقة كلام مهم وهو ده اللي بننادي به وده اللي يطمنك على اللعيب انه مش هيخدها بقى بغضادة ولا بانكسار ولا ب يقول لك يا ديني اما جيب تجونا روح مش عارف هص ومش هص وكلام ده عايزين انه بقى رقى قوي كلعيبة احنا مش بنرد على حد احنا بنأكد مهارتنا بنأكد نفسنا واجمهور بيحترم اللاعب المحترم اللي زي محمد شريف طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هناك كلام كثير مهم دي اغنية احمد شيبة لكن المفاجعة الحقيقة اللي اسعدتني جدا ان دي كلمات المبدعة الرائعة من عدل القيعي كتبت لماما انت ما كتبت لكش انت والله كتبالي واحد كدلك لا فجئت مرة واحنا صاريني كده من شهرين مع العيلة ده انا هكلمها خليها تسربهم فحد يقولها يعني تكتب نفس الجملة قالت لهم لك كتبت له حاجة وسماعات تالي انا ورده استغربت لكن مش هي دي النقطة النقطة انك انت تلاقي موضوع يعني يعني انت يعني محمد عبدالوهاب مزالت شفت عملت امتى سنت الحبايب عاملة زي مرحب شهر الصوم ولسه بادري في حاجات مفيش حاجة عارفة فهي دي يعني خدت في رأيي سكة في موضوع مختلف سنة وعملتها السنة اللي فاتت هي وشي بغناها يعني من مبدعة في الشعبي برغم اختلاف ثقافتها ده يعني دي حاجة غريبة جدا يا جبعة يعني قال دايما وابدا النبت ابن بيئته وابن ثقافته لا من مهياش تربية شعبية ولا حتى تأهيل العلم بتاعها ومع هذا راحت في السكة دي لا هي عشق دايب داع عشق لا وطلبت يعني هو مؤكد ان بدايتها كانت مع الموسيقار حسن الشفعي وكان مقتنع بيها وعملت معها اغنية فقالت له ان نفسي عمل شعبي جالها بعد كم شهر قال لها برضو كان مع عشيبة الدنيا ست وشوش ايوه اه 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 من الغزالة رائعة ده كانت رائعة اوه ما شاء الله هو نفسه يعني فاخدت السكة دي بتحب انها حسن ان دي الكلمة اللي بتوصل للناس اصرح حاجة كل التحية المنا القيعي ولكل حد مبدع الحقيقة مصر محتاجة الكتير من هؤلاء المبدعين والمبدعات اللي بيصروا فعلا الحركة الفنية وكل هذه الالوان شديدة التميز الحقيقة انت حطيتني في موقف باستمرار تجيب حاجات يعني كفاية لازم لازم تتفاجأ علشان اعيرك شوية انها كتبتلي مومنتها ما كتبتلكش ما لا بيني وبينها تبرتني انها كتبتلي حاجة كل سنة وكل الامهات وكل المبدعات بكل خير يا رب دايما نرجع لموضوعنا فكرة يا جماعة انه اذا كنا وده الكلام لكل الجماهير احنا بنزعل قوي لما حد يعدل على المدير الفني للأهلي وبندي الحق الكامل لمستر بيتس المسلمان انه يختار اللي يختار ولدرجة ان احنا هنا الاسبوع اللي فات سجلنا ملاحظات سلبية على اللعيب اللي بيطلع ممتعد وتمنينا على مدير الكرة انه اللاعب اللي يعبر عن امتعاضه لقرار المدير الفني يجب ان يعقب حتى لو بالنظرة ده جزء من الرد السلبي على القرار المختص بيه المدير الفني يغيرك يوجهك يعلن قايمة انت في النهاية لعب محترف ما عليكش الا ان انت السمع والطاعة والالتزام والانضباط للرجل صاحب المسئولية المدير الفني ومعك زمايل يعني ومعك زمايل ان انت لما تمتعد خروجك ده اعتراض منك على اللي نازل هم يمتعدوا لدخوله اه بالضبط خلينا نقول واحنا بنرسي كل هذه الدوابط في ملعبنا نطالب بها جمهورنا برضو ما فيش فارق بين حق بيتسو مسماني في الاختيار والتشكيل وحق كارلوس كيروش في المنتخب في الاختيار والتشكيل فخلينا نكون ماشينا على لاين واحد على خط واحد بمصدرة واحدة اللي بنطالب به لمدربنا هو نفس الحق لمدرب المنتخب الوطني ان لم يكن اعظم واهم لان المسؤولية اكبر كمان انت بتتكلم على مدرب بيختار لعيبة من كل الاندية ومن كل الانتماءات فبالتالي كل الدعم والمساندة للمدير الفني للمنتخب ايا كان هو مين في النهاية هو المسؤول وهو اللي بإذن الله تعالى هيفرحنا وهنشيد به وهو اللي لا قدر الله لو لم يوفق هيحاسب ويسائل مين اللي خدوا مش مشكلة شفنا اللعيبة الايجابية زي محمد شريف وزي احمد ياسين رغم عدم اختيارهم الا انه ايضا ليهم اعلان موقف واضح وصريح في الدعم والمساندة للمنتخب واختيارات وكل الناس اللي خرجوا من القائمة كابتن وليت صلاح الدين اللي حتى تكلم برضو عن مفاجأة كارلس كيروش في القائمة مين اللي كان مفاجأة في خروجه من القائمة نشوف وليت صلاح طبعا في مفاجأة ان محمد شريف تحديدا ما يكونش موجود لانه كان معاه على طول وهو اختار مروان عليه لكن في الاخر يعني مفاجأة وردة لنا لانهنا واضح جدا ان محمد شريف مش في حسابات الراجل حتى لما نزلوا المباراة وطلعوا تاني يعني خلاص واضح جدا ان الراجل كان من الاول محمد شريف وقفشة تحديدا تحس ان هم بعيد عن عن حسابات يعني اي حد تاني او ناس كتيرة جدا عشان ما نبقاش من عمم غير محمد شريف عادي جدا كان ممكن ايه ياخد جانب المظلومية وعلى فكرة كان هيبقى معاه جانب من السواب والناس كتيرة جدا هتتعطف معاه فدي نقطة لازم نقف عندها مرة واثنين وثلاثة بصراحة افشى عمل كده لما استبعد بالظبط صحيح ما تعرفش الخير فين ممكن ما تكونش موجود دلوقتي وتكون انت اللي بتلعب في كاس العالم صح يعني محمد شريف اه وحصلت وحصلت قبل كده اه وحصلت مع العيبة كتير ما احنا اتفقنا بقى كما بدأ ان خلاص هو دي في دماغه حاجة السيناريوهات اللي هو حطتها ما فيهاش الاسلوب ده في اللعب لكن مش معنى ان احنا لنا رؤية ان احنا صح وهو غلط احنا قلنا هذا الكلام هذا حقه و يلا اصعد بينا لكن في نفس الوقت لا يقلل او لا يقلل ابدا من اي لاعب لم يعني كنا متصورين جدارته بالانضمام للمنتخب انه مش المنتخب لان انا متأكد ان حيجي مدير فاني تاني له رؤية مختلفة ممكن يبقوا هما دون في اولوياته زي ما حصل قبل كده ف و وحيحصل بعد كده اللاعب يكون دايما استاذ ابراهيم جاهز ومش ممتعد وشاعر ان لو دامت لغيرك ما وصلت لك صحيح وهي كده يعني انت كل فترة لها اختيارات وكل مدرب له طريقة لعب وله مواصفات في اللعيب اللي ينفذ هذه الطريقة ف لا ينتقص من اي لاعب ابدا لم يتم اختياره انه انت بتتكلم على مباراتين اتنين القادم ان شاء الله يكون افضل طيب الى هنا احنا بنطوي صفحة المنتخب الوطني ومعسكر وبنطمن حضراتكو انه الكل فعلا في حال التركيز جيدة جدا شفته كارلوس كيروش وهو بيعلم لقد اشتعلت وبيدق الطبول بكل هذه القوة رفعا لمعنويات اللعيبة وشحزا للهمم مع بداية المعسكر اللي بنتمنى له بإذن الله تعالى يا رب كل التوفي ويفرحنا يوم الجمعة ثم يوم تسعة وعشرين ان شاء الله وخلينا فاهمين انه دي مباراتين يا جماعة عبارة عن مباراة واحدة على شوطين انتهت فكرة ان انا اضغط علشان احقق فوس كبير هنا رايحنا في مرات العودة الجملة الطبيعية التقليدية القديمة دي ما حددش موجودة انت ممكن تتعدل هنا وتكسب هناك يعني مش بالضرورة لدرجة اه انك تفسر اتحاد الدولي دلوقتي بيفكر يلغي مبدأ الجنب جنين برا الافضلية الجنب اللي برا يبقى بهدفين عند التساوي لانه شايف دلوقتي ان الناس تقدر تلعب هنا وهنا والملاعب بقت واحدة والمناخ مش بعيد عن بعضه فدا يقودنا الى ان الثقافة جديدة لا تخش عندنا ان احنا في كل حوال لازم نكسب المطشين طيب نخرج من المنتخب الى الاهلي وما يخص الاهلي الحقيقة بيبقى طبعا شي مهم ان اللاعبة لعبة الاهلي تتكلم على الاهلي وعلى ظروفه او لعبة الزمالك تتكلم على الزمالك او لعبة الاسماعيل تتكلم على حالة الاسماعيل المساء الواضحة حتى لو كانوا لعبة قدامة لكن بيستفزنا بالحقيقة انه ناس من لعبة الزمالك القدامة يبقوا معنيين بشأن الاهلي فقضية فقط اتنادت تاني ولو كل الاحترام مش موجود في الكلام فقط انت بتقيم الاهلي وبعدين لما يبقى الكلام غلط فغلط يبقى لازم نرد هنا الكابتن احمد عيد عب مالك هنسمعه مع الزميل محمد شبانة ونقف عند كم نقطة مهمين اللي اثر في شخصية النادي الاهلي المؤسسية الفترة اللي فاتت المهندس محمود طهر الفترات كبيرة هو اللي عمل تأسيس للسيستم اللي جوه النادي الاهلي الفترات اللي فاتت واي حد جوه النادي الاهلي واي حد مش الكابتن خطيب يعني لا اما هو الاهلي ماشي يعني بتتعاقب والإدارات بتتعاقب وماشيين في استقرار ونظام على طول بقى لهم فترات كبيرة لا بس اشنافل الجملة دي يعني الذي تقصد بنى النظام المؤسسي في النادي الاهلي تبنى عليه بقى شركة الكرة للإستثمار وشركة المعرفة شغل شركة ايه المهندس محمود طهر المنصر حمود طهر فكرة استاد الاهلي وفكرة كذا كل ده المنصر حمود طهر ايه من بدء هو فين استادي الاهلي احنا اسمعنا الكلام دوت في انه 2017 يعني ودورت تانية لا مش كابت الخطيب اللي حط النظام المؤسسي بتاع النادي الاهلي لا انا شايف ان لا هو من زمان اللي انا عنده نظام مؤسسي والاهلي اصلا ما عندهش مشاكل في الحتة دي انا ما عندهش مشاكل ولا ولا إدارية ولا يعني على مر العصور حقه يرادو به باطل بل باطل يرادو به باطل لا يعني يعني النظام المؤسسي والنادي الاهلي الكلمة كبيرة ده النظام المؤسسي لو تحط في 2014 كان النادي الاهلي ده انضطر من زمان ده احنا بنقول ان النظام المؤسسي خلق يوم ما ولدت الفكرة 1907 ده النظام المؤسسي انه كان شركة النظام المؤسسي انه كانت له تقاليد وتقوص وقيم وبنقول ان الاه دستور يحافظ عليه جميع الرؤساء لم يدعوا لا كابتن محمود الخطيب ولا المؤسسي محمود طاهر ولا كابتن حسن حمدي ولا الكابتن صالح سليم وانزل بقى وانت عايز لكن هما ناس بنوا فوق بعض اما فكرة الاستاذ والشركات اللي حاول الاستاذ محمد شبانة وهنا انا انا دي لازم عاتب الزميل محمد شبانة لان ممكن كابتن احمد يكون شخد باله او مش معني بس وحب يقول كلمتين كده يصيروا رجع لكن كابتن محمد يا سيد محمد اسف هو لما تخلقت ادارة التسويق والاستثمار التي اصفرت نتيجة تحركات مع الجهات المعنية ست وزراء من مزير الشباب الذي له الفضل الدكتور علي الدين هلال انه خاد الموضوع وزهب الى مجلس شعب عشان يديله الشرعية ويديله الموافقات اللائحية اللازمة اللي اصفرت عن انشاء شركة الاهل الانتاجي الاعلامي وكانت تستطيع تحط كل والتسويق وتحط كل الانشطة اللي تعايزها ما فيه شركة اذا فكرة ان الاهل يتحول الى الشركة فكرة كانت قديمة احتضانها المجلس بقادة كابتن صالح سليم ثم كابتن حسن حمدي مارس الخطوات التنفيذية مع الادارات التنفيذية اصفرت عن هذا الجاه جاه بعد كده كل واحد حاول يعمل حاجة ولكن فكرة ان الشركات اللي موجودة دي طب انت هو انت هو خلافنا كان فين يا سيد افراهيم لو الشركات اللي موجودة دي هيلي كنت هتتعامل وقت المهاجم محمود طار هيبقى فيه مشكلة لا طب ايه المشكلة كانت فين طيب بص يا جماعة عشان تبقى المسالة واضحة في النقطة دي زي ما المهندس عادلي قال بالنسبة للعمل المؤسسي انا هنا بالوم لصديق العزيز الزميل محمد شبان وهو رجل صحفي وسكرتير نقابة الصحفيين وله خبرات وتجارب انا ما يبقى معايا ضيف جاهل بالمعلومة ما يصحيش يبني على جاهله حقائق تمس كيان كبير زي النادي الاهل وانا هنا بقول جاهل بالمعلومة لانه لما يتقال ان المهندس محمود طاهر هنا على فكرة نفتح قوسين كل الاحترام والتقدير لكل مجلس الادارات اللي بتدير النادي الاهلي عبر تاريخ سيان لا فاصل بين اي حد بس لا الكابتن محمود الخطيب صاحب العمل المؤسسي او نظام المؤسسي للنادي الاهلي ولا المهندس محمود طاهر ولا الكابتن صالح ولا الكابتن حسن مع كل التقدير لو الجميع النادي الاهلي عمل مؤسسي منذ ان بدأ زي ما المهندس عادل قال لانه اذا كنا احنا دلوقتي بنحلم ان احنا نرجع شركة مساهمة النادي الاهلي بدأ شركة مساهمة اذا كنا بنتكلم انه القانون آآ 2017 ادى الاندية حق تأسيس او وضع لوائح للنظام الاساسي النادي الاهلي بدأ بلايحة نظام الاساسي كانت بتسمى دستور النادي هو ده العمل المؤسسي اللي النادي الاهلي بدأ بيه اللي ما فيش للمجلس ده ولا اللي قبله ولا اللي قبله هو اللي اسسه وهو اللي بناه فهنا لما لاعب زي كده يجهل بالامور ويقول اي كلام من المفترض انه موزيع على قدر من الوعي ما يسيبهوش كده طايح في الهواء انت بتتكلم كلام غلط لانه كلام حتى شابانا لما يقوله تقصد تقول انه الشركات اللي الاهلي عملها دلوقت اللي محمود الخطيب عملها شركة كرة القدم وغيره وغيره اتبنت على النظام اللي احداثه المهندس محمود طهر يقول له اه 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 ايه والمهندس محمود طهر الراجل مجلسه ما عملش بناء تشريع للنادي الاهلي ده محاولة اقامة او وضع الليحة للنظام الاساسي رفضت من قبل وزارة الشباب والرياضة لانه خلفت الشروط بتاعت انها تنعقد في مكان واحد وتنعقد على يوم واحد والمهندس خلد عب عزيز وزير الشباب والرياضة وقتها رفض اعتماد هذه الجمعية مجلس ادارة الكابتن محمود الخطيب في الدورة اللي فاتت مجدية اخذ على عتقه منذ انتخابه مهمة وضع الليحة نظام اساسي للنادي الاهلي هذه الليحة اللي اشار اليها المهندس عدلي هي اللي على اساسها تم انشاء شركات مساهمة للنادي الاهلي في كرة القدم وفي الانشاءات الرياضية والخدمات الرياضية دول ما كانوا ابدا ما كان لهذه الشركات ان تظهر لولا انه في بناء تشريعي احداثه مجلس الادارة متمثل في لاحة نظام اساسي قدت المجلس او قدت النادي حق تأسيس شركات مسامة وحددت الاسهم تمشي ازاي وتبنت الفكرة لان دي كانت الفكرة الخلافية يعني هي الفكرة كانت ايام مجلس المهندس محمود طاهر كان فيه عوار بيّن وانحنا حاربت فيه كان ايه بعاد الجمعية العمومية انها تبقى صاحبة الحق وعدم امتلاك الحصة الحاكمة للنادي بالاضافة لانك ممكن تعمل شركة الاهلي اللي يمتلك الاغلبية فيها وهو ما تفاداه البناء التشريعي زي ما انت بتقول والنظام الاساسي الحالي فلم يبنع على الفكرة اللي كانت اصلا مطروحة اللي هو بيقول دي هي اللي طرحت الفكرة معيوبة ولم تعتمد الفكرة اللي لو عملت كانت بقت كارسية كان لانت باع اللي نجيب سويرس بالضبط يعني موسعتها قيل بهذا الوضوع قيلة وقتها هذا الكلام لكن انا انا يعني مش اقول لأي حد مش ضروري ما كانش النادي هيمتلك النسبة الحاكمة كان كرة القدم راحت برا النادي الاهلي يعني لو اعتمد النظام الاساسي اللي هو بيقول ان اتبنع عليه الشركات الحالية لا ده الشركات دي لو كانت اتبنت على فكرة النظام الاساسي التي رفضت وقت المهانس محمود طائر كان النادي الاهلي خرجت برا كرة القدم خلاص ما نجدعه بيها بالضبط كان مجموعة من المستثمرين وكان ممكن يبقى المهانس سويرس او يجي له حد تاني يزايد عليه يعني تفاهم كنت تحتوى بقى شركات تتنافس على امتلاك كرة القدم بعيدا عن سيطرة النادي الاهلي وموفقة الجمعية العمومية وهو ما رفضناها دي كانت معركة شخصية وقتها انا وانت خضناها يعني ان ما ينفعش ان نغل يد الجمعية العمومية على انها تحدد توافق او ترفض وتحدد النسبة الحاكمة النسبة الحاكمة ازاي انت حطتلي بدون نسبة حاكمة ان الاهلي بقرار مجلس ادارة وموفقة الجيل ادارة يقدر يعمل شركة يبيع الكرة وبدون نسبة محددة حاكمة زي دلوقتي فلا ده مش مزبوط رغم ان انا بقول ان مش معنى كده ان اللي حصل ده هذا تطور للعمل المؤسسي وليس خلقا للعمل المؤسسي ايوه ايوه يعني ما يحدثه حتى الكابتن محمود الخطيب هو تطور كان في روع من انشأ النادي الاهلي وكان في روع سنة 2001 لما عملوا ادارة للتسويق اول مرة ناس تسمع عن التسويق الرياضي في مصر كانت مع تجربة النادي الاهلي واحتضان وزارة الشباب لها ثم موافقة مجلس الشعب عليها ثم صدور موافقات بانشاء القناة ثم صدور قبلها موافقات بالاهل الانتاج الالامي ثم اضافة التسويق اليها عشان يبقى عندك شركات اذا هي فكرة تسبق هذا وتعتمد على طراث وتاريخ منذ نشأة النادي الاهلي زي ما قلت احنا كنا النادي الاهلي كان شركة مساهمة ونقول لحد النهار ده بنقول لك فلان الفلاني كان له عدد كذا وفلان الفلاني له عدد كذا وانه طلعت حرب الاطاحة بتاريخ النادي الاهلي عشان نبتدي نخلق بس ايه لك لك ونلقى على النادي الاهلي مش عجبان يعني ده كلام مهم كمان لانه حتى لما يتريمي بين السطور وهو فين استاد الاهلي كما لو كان مطلوب من النادي الاهلي ده برضو انا مش عارف احمد عيد عبد ملك الرجل معني ليه باستاد الاهلي لو تقصد انه ده كان كلامه خلاص لا النادي الاهلي لما اعلنوا حط حجر الاساس كان حصل على الموافقات الرسمية على تخصيص منطقة فيه موافقة من الجهات المسؤولة انه هنا ينفع يتعامل للاستاد وتم الحصول على الترخيص اللازمة لهذا المشروع لكن ان انا اكون برمي كلام كده وخلاص وانسف كل اللي حصل ولا زميل محمد شبان ماشي في الاتجاه وسايبه يبني على كلام غلط اصلا يا جماعة العمل المؤسسي اللي النادي لالي قديم كده من نادي انت بتتكلم على 115 سنة انت عارف كل مجلس بيضيف وفقا لتطور العصر بتاعه بالزبط وفكرة كمان للاستاد بما انك ذكرتها طبقا للاستاد طبقا للنظام السابق كان الارض دي للاستاد ده ما كانش بقى بتاع النادي الاهل برضو حجي لك ناس تمتلكوا صحيح ربما تدي لك فوتات اجارات لكن انت انشأت شركة الاهل للانشاءات الرياضية للانشاءات الرياضية عشان تختص بالملأ يبقى لستاد بتاع مين في الاخر النادي الاهل فاذا كان هذه التفاصيل غائبة هنفطرض حسن النية وده احنا طرحناها علشان تتشرح اذا جاء مجال اخر للشرح للزميل طبعا احنا لن نخاطب الكابتين احمد عيد مش مطلوب منه ان نستعب كل ده لكن احنا بنخاطب واحد بالقيمة وقامة الاستاذ شبانة ان التفاصيل دي يناقشها ومستعدين نتحاور مع اي حد النادي الاهلي والعمل المؤسسي بدأ مع النادي الاهلي ويتطور حتى اليوم ده كان كلام مهم جدا وكان مطلوب اضاحه هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هناك الكثير مدخش على الاهلي أهلا بحضراتكم من جديد شفنا ما في الغربال لكن يبقى هناك الكثير بي بعضمة لسانه أزمة التمنت ايام مجرد ما الاهل انتهى من مبارات المريخ وفاز تلاتة واحد وعدل نسبيا موقفه في مجموعة الاولى الصعبة في دور الابطال مستر بيتسو موسماني منح اللعبة راحة تمنت ايام فجأة بقيت أزمة لكن خلينا الأول نبص على بعض الصحف وتعليقاتها حتى على المباراة الحقيقة الجمهورية قالت بعد عبور المريخ تأجيل لقاء الهلال مطلب أهلاوي لكن جي الرد من كافروتر السودانية انه الاتحاد السوداني اجل مباراة للهلال مع الوادنيالا عشان يدي فرصة المباراة كانت 22 مارس عشان يدي فرصة للهلال يستعد كويسة بشواندس لمباراة الاهلي ماهو ده اللي احنا بتكلم عليه هو ده ده رأي الاتحاد المصري ما فيش فيه ده حاجة عمله يعني المسالة في إدري الاتحاد الافريقي لكن من الأساس كنت تقدر ترايح النادي الاهلي قبل لقاء سانداونز ده مش عايزة مناخشة يعني لعني احنا روحنا سانداونز واشنا مش فيه احسن حالات استعدادنا ودي بيقودنا بقى لفكرة هو موسيماني بيعمل ايه لما بتيجي فترات بينية يقدر ياخد فيها فترات راحة هنشوف هيا مني كل شيء الاندية وبيحاول يساعدها صحيح طيب الانتحاد المصري يعمل ايه الانتحاد المصري هو المفروض اللي يخطب الانتحاد الافريقي هو اللي يقوله انت حطيت معاد لمباراة مصر والسنغال يوم 29 في دكار وحطيت مباراة للأهلي يوم واحد او 2 ابريل وهو نفسه الاهلي اللي انت نفسك كالتحاد افريقي زنقته في كاس العلم للاندية في التعارض مع كاس الأمم الافريقية وعاندته مع بعض انت والفيفا هنا للمفروض رأي الاهلي وموقف الاهلي وشكوى الاهلي ومشكلة الاهلي يتبنىها ويتطلع بها اتحاد الكرة المصري هو ده ده الاصل عايزين نحسي له انه مرة اعتبر ان مشاكل انديته وخصوصا الاهلي تبعوا لا على فكر هو معنى مشاكل الاخرين جدا انما الاهلي انما بيسقط ديون على بعض الاندية يسدد غرامات على بعض الاندية يترمخ على جاوبات ويأجل ويتدخل كل ده بيحصل يرفع عقوبات يرفع عقوبات ما تحصلش يرفع عقوبات او يلغع عقوبات لبعض الاندية وانت يدي لك دهرك لما تجي لك عقوبة اذا بتعتقذار ولا قبل ماتش حاسب فكانت الحياة الزميل الكبير ماجد نوار في الجمهورية كتب ما يحدث مع الاهل بطل مصر وبطل القارة الذي يتربع على عرشها الكروي بلا منازع وبرصيد بطولاته يؤكد ان هناك سوء نية مقصودة لعرقلة مشوار الزعيم ولا نجدها تحدث مع اي فريق اخر هي لو بتحصل مع الجميع هنقول دي زهنية وعقلية وظروف لكن بيقول ماجد نوار هل تخيلوا ان لعب الاهل لدى المنتخب روبوتات او نجوم قلية يتم شحنهم قبل اي مباراة انت فاهم ان دول مش شحموا لحموا عظم يعني من الواضح ان هناك في الكاف من اصيبوا بالحساسية من كثرة انتصارات الاهلي ده المكنة يا سيد زبراهيم لما بيشتغل كتير بيحصلوا يشحموا ويبتدوا يتعاملوا مع حاجة اسمها صيانة المكنة مش فيه صيانة البني ادم مش فيه ويشتغل يعني البني ادم بقى محتاج صيانة زهنية ونفسية وبدنية بيقول مجد نوار من الواضح ان هناك في الكاف من اصيبوا بالحساسية من كثرة انتصارات الاهلي او انهم فكروا في تصريحات رئيس الفيفا انفنتينو خلال وجوده في منديال الامارات انه كلما يحضر اي بطولة يكرم او يقلد الاهل المصري بالميداليات وابدى دهشته بانه وفي القرى السمراء لا يوجد اي بطل اخر حاجة غريبة جدا يعني نحرم نبطل يعني نخش سنة وعدي سنة نعمل ايه طيب نتقاعص نقبل ما يحدث من ظلم بين في تحكيم في وضع جدول في تعامل مع النادي الاهلي ومشاكله يعني ايه المطلوب يعني ولا نكتهد وغيرنا يكتهد الاستاذ محمود معروف في الجمهورية كتب الزمالك في حاجة الى فريق والاهلي يمكن ان يتأهل ما لنش علاقة بما كتبه محمود معروف عن الزمالك وهو ادربيه لكن ما كتبه عن الاهلي انظروا الى فريق الاهلي ولعبيه لترى الفارق لعب الاهلي يأكلون نجيل الملعب من اجل تحقيق الفوز لفريقهم وبيتحدث عن الزمالك بقوله ما في شعار يعني لعب الاهلي يشعرون بالفخر والسعادة وهم يرتدون الفانيلا الحمراء ويتباهون بانهم يلعبون للاهلي نادي القرن واحسن نادي في افريقيا الذي يستعيد توازنه بالسرعة بعد اي خسارة او تعادل ودائما يلعبون على البطولات وفي بطولة ابطال الدول يستطيع الاهلي ان يحصل على الكأس ويسجل رقما قياسيا جديدا لا يستطيع اي نادي اخر في افريقيا ان يحققهم والفضل بالطب الوفاء واداء وحب وانتماء اللاعبين لناديهم والغيرة عليه بعكس ما يحدث بعكس لاعبي فريق اخر لا يهمهم انفاز النادي او خسر وكلام عن فريق زمالك ولكه لا شأن لنا بيه لكن ده رأي محمود معروف فيما يخص النادي الاهلي طيب النادي الاهلي لما تكلم مستر بيتشو موسيماني ومديره الفني عن الفار وقال للكاف دي بطولة كبيرة فقارة كبيرة بتقاهل لبطولة اكبر عب او ما يكونش فيها تقنية الفار في هذا الدور رد الكاف وما ردش على حد قبل كده لكن رد على مستر بيتشو موسيماني فاتكلم المدير الفني للاهلي بعد الفوز على المريخ عن نفس الازمة نسمعه موسيماني 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 الأسئلة ونفس الضيق من الأسئلة بتكلموني ليه على فلان ما تكلمونيش ليه على فلان وكل واحد حيجيلوا وقت ويلعبوا والحقيقة يعني الموضوع بقى ممل وبعيد عن المهنية الإعلامية خالص يعني لكن يعني أنا كنت وجهت نصيحة بس هو ياريته يفكر أنه ما يردش بدلا ما يرد وهو متدايق فبيغزوه أكتر يعني ما تردش ما هو لما محب المرة اللي فاتت قال لهم مش هترجم عمر محب مش هترجم السؤال ده لقي إنه مش في المباراة خلاص يقدر يعمل كده هو هو يقول ما عنديش هو الفلتر الأول وهو موسيماني لو ترجم السؤال حتى لو لو علاقة بالماتش والله دي رؤيتي شكرا هل المقصود أنك تحمسوا اللعيبة ضد بعض وضد الإدارة أنا ما عنديش إجابة الإجابة بيعرفها اللعيبة في التمريد يقدر يرد بس هو بيتجرجر في الحتة دي ساعات مسألة إن الضار آه طبعا ما فيش ماتش اللي قال دلوقتي إلا ما كان يبقى فيه قرات غريبة ما فيش ماتش ما فيش ضرب الجزاء ما فيش ماتش بيعرفت الأهل بيتم حمايتها من العنف المتعمد ده فيه ضرب قدام الحاكم متعمد لم يتعامل معاه طبعا الفر بس الفر إيه ما هو برضو واشهر اللي عادينا على الفر لو عادينا يمشوها كده حي مشوها كده برضو رغم موجود الفارع أنت زي ما قلت إحنا يعني إذا كان فيه ناس مستكترة على الأهل لمواصلة انتصاراته أو الساعة لتحقيق مزيد من الإنجازات والألقاب يبقى الأمر أن نحن نحاول بقدر إن كان يبقى مصيرنا في إدنا مش فيه تحد تاني ده كلام مهم وكان كلام مهم اللي قاله مستر لي كلارك الإنجليزي المدير الفني للمريخ بعد خسارته من الأهل نسمع طبعا بتلعب الأهل في أي ظرف في أي مكان أنت بتلعب فرقة قوية تلت كاس العلم الأندية بطل النسخة الماضية المطشب تبقى صعبة جدا أنت بتلعب نادي الأهلي المدرب رائع شخصية وفنية كل حاجة رائعة من عندهم لما بتلعب الأهلي في أي وقت بيظهر الكوى الفنية اللي فرقة النادي الأهلي والكوى الفنية اللي أي فرقة تانية بتلعبه كلام فيه شجاعة وفيه إنصاف وفيه رقي بعدين إن فيه مدرب يشيد بفكر وكفاءة المدرب المنافس اللي غلبه ويسميه مدرب رائع ويسميه عندهم إمكانياته هو ده هو ده أحسن حاجة ممكن تحصل عليه أن تحصل على الاحترام أنت مش بتكسبه بس يا أستاذ براين اللي الناس مش شايفة عندنا بتوعب تنتقدنا يعني طريقة حبنا للنادي الأهلي في جزء من جماهيرنا أنا نبهت عليها أكتر من مرة حب سلبي المبني على اللوم 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 لو كسبنا أربعة كان من الممكن مضاعفة النتيجة وبعد استوديوهات التحليل تمشي في السكة دي لو دخل فيه جون كان من الممكن أن نتيجة المباراة تتغير لو لعبت وما كسبتش يا فرحتي العبرة بالنتائج لو حققت النتيجة وما عملتش المتش اللي بزهن الناس إيه يا إيه ده ما كسب غير مستحق وما كانش الأهلي جديد بالفوز النهاردة في كل الأحوال عدم رضا وفي كل الأحوال تصدير للسلبي تصدير للسلبي هاخد جزء اللي في حسن النية أن ها دي أصبحت رنزرة البعض اللي هند قال لي أنه فوق يقدر يعمل المستحلات الأداء والنتيجة والجدارة ويتظلم ويكسب ويجي من بعيد ويكسب ولا يتعرض مرمه للخطر ودي حاجة غير ممكنة إلا إذا كان بيلعب هوى ما هو لو عمل كده يقولك البطولة ضعيفة هما المستنين أن نعمل كده إنما فكرة إن على طول بدور هو الندي الأهلي ما عملش كده ليه صعبة قوي يعني خلي يا ابنك كل ما يجيب نمرة كويسة تقوله كان ممكن تجيب الفول مارك ما هو أنت لو مركز مش عارف إيه ما هو أنت لو تبطل بس البلاي ستيشن ما بيكسب وبيعمل لك مجموع كويس ما تسيب مساحة من الحرية عشان يعني كتر اللوم بيفقد معناه لما تلوم ما تلوم هيولك أخينا ده جاي يقول البقين بتوع بقى وخلينا نخلص حتى لو كان حد قريب منك والنصح الكتير برضو بيؤدي إلى نفس النتيجة كثيرا منه يسأل النصيحة أستاذ ابراهيم عشان يسمع اللي في دماغه مش يسمع اللي في دماغه عشان يريحه فأول ما يسمع حاجة تانية يتدايق هو عايز يسمع لريح مش عايز النصيحة عايز اللي رياح هو عايز التأكيد أنا ماشي صح مش مطلوب برضو كده إنك تأكد إنك ماشي صح مطلوب بس موضوعية وبنرح لا تشيت بي قوي ولا تجمني قوي وخليك موضوعي وعايز جمعين الأهلي تفرح باللي بيعملوا النادي الأهلي ونظرة المنافس بتاعك بيحترمك إزاي فيه أحلم كده حاجة فيه إن احنا نطلع لفاصل وبعدونا تواصل مدخب شع الأهلي مدخب شع الأهلي ألم بحضراتكم الجديد أزمة التمنت أيام لأنها باعت أزمة كتيرة بينتقد فيها مستر بيتس موسماني لقراره بإراحة اللعبين التمنت أيام والحقيقة حتى اللي بينتقده موسماني محدش بيعرض معلومة محدش بيعرض رقم محدش بيتعرض لحقيقة لأنه الزميل الموسق والمؤرخ والمدقق الرياضي عمر العمير الناشط جدا الحقيقة عمل إحصاء لعدد المباريات بالفواصل الزمانية اللي لأن ديها التلاتة الأهلي والزمالك وبرمز كمشارك في البطولة القرية لعب فيها فالناس اللي مستكترع على الأهلي إنه هو أجهد يعرفوا إنه الأهلي بفاصل ثلاثة أيام بفاصل يومين بين المباريات أكتر فريق لعب مباريات بفاصل زمن يومين اتنين اللي هي 48 ساعة أنتم متخيلين إن الأهلي بالفاصل ده لعب تسع مباريات لعب ست مباريات وده ضعف العدد اللي الزمالك لعبه يعني الزمالك تعرض للموقف ده تلات مرات الأهلي تعرضوا ست مرات ست مباريات يلعبهم بفاصل 48 ساعة بس وحتى لما كان بيبقى الفاصل تلات أيام الأهلي لعب عشر مباريات بفاصل تلات أيام فقط والزمالك تمانية وبرمز تسعة فالآلي الأكثر تعرضة للضغط وعدد المباريات من 16 أكتوبر 2021 من بداية الموسم حتى الآن عدد مبارياته بالإضافة يعني العدد أكتر بالإضافة لصعوبة المهام أنت بتتكلم فيه دورة أبطال أفريقيا تكمله للمرة التانية على التوالي وتتوج للمرة التانية تروح كأس العالم للأندية وتكمل وتاخد ميدالة برونز للمرة التانية وتلعب في مباريات السوبر ولا يغفل على أحد أنه الأهلي الأكثر تمثيلا في المنتخبات الوطنية السنة اللي فاتت المنتخب اللي لنبي ياخد أكبر عدد من اللعيبة والأهلي يلعب مباريات في الدوري من غيرهم ويخسر الدوري بسبب هذا الموقف أو أحد أسباب خسارته للدوري كان هذا الموقف وبعد لما تدي 8 أيام تبقى غلطان لا 8 أيام أو حتى بصرف النظر 8 أيام دي اللي بيديها مش موسماني المخطط الأحمال فده رجل تجربته الأولانية بتاعة 13 يوم خضتنا ثبت أنه كان عنده حق أنا فاكر أنت لومت ورجعت وقلت أنه عنده حق أنا لومت وقلت يا ربي يكون فاهم أكتر مننا وهو قطعا فاهم أكتر مننا ده تحفوظي لكن أنا خايف أيوة لأن احنا ما تعرضناش مخفزة كده قبل كده النهاردة بيدي 8 أيام هو متحسد المشوار واللعيبة اللي هتيجي مرهقة وحتلعب بعد يومين أو ثلاثة من رجوعها مطش مصيري يحدد الصعود والسكمال المشوار نحو اللقب من جديد ولا لا فبيفكر أن الراحة اللي هي يا جماعة ما هيش راحة بدنية بس دي راحة زهنية وراحة بدنية ونفسية يعني أنت بتعمل بتخرج يعني زي ليلة المتحان كده ما هو واحد ياخد ابن ودي السينما اخرج بقى أنت عملت اللي عليك مش ده مش اليوم ده اللي حيفرق تعالي بقى معايا نفكر في حاجة تانية تخفف الضغط العصر لالي كعب داير بين البطولات والسفريات ده رأي كابتن محمد فضل وهو من الناس اللي دايما حتى لها رأي في بيت شموزماني نشوفه الكم وهذا الضغط الرهيب جدا من عدد المباريات أنا مش هكلم على إجهات البدني خالص نعم هستبع له هقول لا طب الإجهات الزهني بقى خلصت البطول الأفريقية رجعت على الدوري طلعت من الدوري على كهس عالم الأندية رجعت على كهس مصر دخلت على كهس الربطة رجعت البطولات دي أنا مطالب أن أنا أحقق وأعمل أعلى برفورمانس أو أعلى أداء الكلام ده كله أنا ما عنديش أجازة أن أشوف ولا أمراتي ولا أولادي ولا عندي أي حاجة صحيح ده لعيب الكرة هو ده لعيب الكرة بأكد نعم طب الفكر في البطولات بطريقة لعبة مختلفة مع عدد من المنافسين الكلام ده مش إجهات زهني أنا مكلمش على البدني الكلام على الزهني صعب جدا جدا فالإجهات آه طبعا في إجهات جامل جدا وعلشان كده أنا أتمنى يعني أنا مبسوط أن قابل موتش استنغال تحديدا هبقى فيه عدد من الأيام ثم أنت أجازة أخدهم لعبة اللادي لأهالي النهاردة ده هيفر ده هيفر إن فعلا أنا كابتان شويل أنا قاعد بقول له حيك حيك أحط نفسك لعيب أنا بطلع بلعب أربع أو خمس بطولات وبلايب منافس مش أكلم عن البطولات أكلم عن المنافس نعم منافس مختلف بسفر ببطولات تانية طب أنا أعود نفس على الدوري أنا بطلب مني نفس على قريب بطولات لأ جهات ذهني وبدني قويت وهو ده كلام الإنساني المهم لما بنقول لك يا جماعة دي مش أسلوب حياة إن أنا أعيش من الصبح وكل يوم أروح شال شنطيتي عشان أتمرن وأخد دوش وأرجع أتمرن وأخد دوش وبعدين إذا كنت بتعالج وبعدين بلم شنطة وبعدين باخد مسحة وبعدين باطلع مطار وبعدين أخد مسحة حياة قاسية النقطة التانية الجانب العائلة أستاذ إبراهيم هي الناس دي مش لها أسر مش فيه زوجة ليه حقوق عايزة تخرج عايزة تعمل برنامج ترفيه ليها والأولادها عايزة تحتافل بريد ميلاد حد عايزة تروح مناسبة لوحدة صحبتها الأولاد نفس القصة إذن الارهاق الزهني الذي أشار إليه الكابتن محمد فضي ده الشديد الأهمية طيب هي أكل ولا بحلقة دي الكلمة أو اللقمة بتاعت المهندس عدلي قبل كده سرقها زميلنا العزيز إبراهيم فايق نشوفها البعض ينتقد بيتسو موسيماني بحدة في مسألة الأجازات فكان الرد كالتالي مصادر مسؤولة جوه الجهاز الفني قال لك حصلنا على دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين بنفس النظام المعتاد في الأحمال البدنية مع إراحة اللعيبة بشكل كافي بعد أو قبل الموراة قال لك الجميع أيضا حصل على راحة سلبية من التدريبات بشكل جيد قبل منافسات كاس العالم للأندية الأخيرة في الإمارات وتعرضنا وقتها الانتقادات بالجملة وهاجمنا البعض أيضا بسبب إراحة الأساسيين في كأس الربطة ولم تتوقف هذه الحملات سوى بعد التتويج بالميداليا البرونزية للمرة التانية قال لك كمان قبل مباراة بيميلز ما تدربناش غير مرة واحدة يا جماعة تاني كمل وقال نطالب هذه الأصوات بعدم التركيز على أمور نعلم جيدا بإدارتنا لها بحكمة شديدة ونحن الأعلم بها على الصعيد الفني والبدني وأن الأحمال التي يخضع لها لعابه النادي الآلي تتم على أعلى مستوى كما تسير عليها كبار الأندية في أوروبا قادي الرد من المصدر ودينا وضحنا لحضركم ايه الناس كتير بتكلم في القصة دية تقول أهليه وبيديه وبيتسو موسماني وبتاعه ليك أكله ولا بحلقه بكسب مطشط مهمة ماشي كويس بتكلمني في ايه ده كل الناس شايف الفرقة وقع بدنيا مجهدة جدا جدا من الناحية البدنية فمحتاجين للراحة يبدو أنه ليك أكله بحلقه هو اللي أهم من اللي بيذكره المتظر ده غالي ما حيبقى متظر له علاقة بالأحمال أو بالجدول ده ليه؟ لأنه أنا عايزة أتكلم في زاوية تاني يا أستاذ إبراهيم هو أنت لو كنت بشير بالفكرة تخليدي بتاعنا شكل الإصابات اللي احنا مستكترينه ده كان وصل لإيه؟ فضل طيب كلنا دي يديه آراء انطباعية وآراء غير مختصين الرأي المختص في هذه المسألة لواحد من خبراء اللياقة البدنية والأحمال نشوف الكابتن إسلام جمال هل البطرة الطويلة دي ترجع اللعيبة؟ بتبقى زي ما تكلمت حضرتك تؤمنت الريكاوري واكتف ريكاوري سيشن يعني اللعبة بياخد هالس سرد في البيت بيبقى لو أخد أي وراحة في البيت مو أعلن لكل الناس لو أخد راحة في البيت بس بيعمل على أقل ساعة أكتف ريكاوري وبيعمل على أقل ساعة كمان فيها يعني في الساعة دي بيعمل يوجا وبيعمل وبيعمل الريكاوري بالتلج أو بالساونا أو بالجاكوزي بيبقى في حاجات تانية كتير معمولة المينتا الريكاوري ده بيعتمد ان المينتا الكوتش بيدي اللعيبة فترة أكتر من تعيبة من سبع عشر تيام يكونوا قف خالص من مود الكورة حتى بيطلب منه ما يتفرجوش حتى على مدشاط يطلب منه منه بس يقعد مع العيلة مع الأصدقاء يقعد يعمل الحاجة اللي بيحبها مع نظام غذائي محطوط له في الأيام دي كلها هيرجع لها مركز كتير جدا تحليل علمي وأنا مبسوط قوي بالتحليل ده ولما بتعمل حاجة كويسة الواحد لازم يتكلم فيها لأنه هو بيكلم في المينتا الكوتش أنا ذهنياً عايز حد يتعامل لي مع الليلة اللي أنا عايشها دي ازاي ويقول لي ايه يكتشف او يكشف ان دي مش راحة سلبية دي راحة فيها برنامج مش ضروري يكون في الملعب وتقسيمات وتاكتك هو حيجيبك جاهز يديك التاكتك في يومين ثلاثة قبل المباراة لكن بيجهزك بدنياً بيجهزك ذهنياً بيجهزك بدوافع جديدة وبيديك حق انك تاخد بعض الأجازات الإنسانية اللي انت محتاجة جداً ده كان كلام مهم جداً فصل الخطاب في هذا الأمر في أزمة التمنت يام كل التوفيق للعاب النادي الأهل في هذه المرحلة وكل التوفيق بإذن الله للمنتخب الوطني لإسعاد الملايين والتأهل لكأس العالم دمتم للأهل دائماً ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلاً شامخاً وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادر ان شاء الله تصوى على خير موسيقى موسيقى